كوريا الديمقراطية أعلنت عن تجربة ناجحة لتحميل رأس نووي على صاروخ باليستي وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية اعتبرت أن هذه التجربة أكدت في نهاية المطاف البنيتها والمميزات الخاصة لرأس نووي أعد بطريقة تمكن من وضعه على صواريخ باليستية استراتيجية في حين أوضح التلفزيون الرسمي لكوريا الديمقراطية أن بيونج يونج أصبحت قادرة الآن على وضع رؤوس نووية على صواريخ باليستية وأنه لم يحدث أي تسريب لمواد نووية في التجربة ولم يكن لها تأثير على البيئة وكشفت تلفزيون الكوري الرسمي أن العلماء النوويون الكوريون أجروا اختباراً انفجار ذري لرأس نووي حديثاً في موقع الاختبارات النووية في شمال البلاد وفي ردود الأفعال قالت الخارجية الصينية أنها تعارض هذه التجربة النووية بشدة وستظل الصين متمسكة بهدفها المتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ودعم المحادثات السوداسية الرامية لحل القضية الكورية رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عبر عن إدانة بلاده واحتجاجها على التجربة النووية الجديدة التي أجرتها كوريا الديمقراطية واعتبرها غير مقبولة إطلاقاً في نظر اليابان في حين وصفت رئيسة كوريا الجنوبية باركي جيون هذه التجربة بأنها عمل استفزازي وكانت كوريا الديمقراطية قد أجرت مطلع العام الجاري تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية كما أطلقت في شباط الماضي صاروخاً باليستياً بعيد المدى يحملوا قمر صناعياً على مدار حول الأرض ترجمة نانسي قنقر